موسى الدفري هل يمكن أن يكون التاريخ مادة خصبة إعلامية وهل يمكن أن يكون أيضا الإعلام مصدرا للتاريخ نعم كما قلنا في البداية أنه هناك نوع من التفاعل بين الإعلام وبين قضايا التاريخ بالفعل أن كل ما يحدث في الحياة اليومية يمكن أن يتحول إلى مادة إعلامية وهذه الأحداث والوقائع فهي في حد ذاتها تندرج ضمن تاريخ معين فإذا تحدثنا مثلا من خلال ما يحدث في الواقع عن مجموعة من الوقائع التي لها تأثير على المجتمع فهي تحدث لنا تاريخا معينا مثلا تاريخ منشآت معينة قضايا شهدتها السياسة وكانت لها تأثير معين على سير الأحداث في العالم عندما نتحدث مثلا أحداث سبتمبر 2001 فهذه أمور حدثت وأصبحت بمثابة منعطف في تاريخ معين وبالتالي أصبحت مادة إعلامية في غاية الأهمية تعاملت معها مختلف وسائل الإعلام في العالم كذلك الإعلام في حددته يمكن هو بنفسه أن يتحول إلى مادة تاريخية نعم لأن الإعلام بفاعليه بنجومه بصانعيه بقواه المؤترة في المشهد السياسي واقتصادي هو بنفسه يتحول إلى مادة إلى التاريخ وكين حاجات أخرى شنو هو التاريخ؟ التاريخ أخرى هو مرتبط بمجالات مثلا المجال الفني يمكن أن نتحدث عن تاريخ المصرح تاريخ السينيما تاريخ الأغنية يمكن أن تاريخ الفنو تشكيلية نعم نقدر أن نتكلمه الأدب يمكن أن نتكلمه على تاريخ الشعر على قصة تاريخ الرواية نعم يمكن أن نتكلمه كذلك على الاقتصاد مثلا تاريخ العملات متى ظهرت تاريخ الأزمات الاقتصادية نتكلمه على تاريخ الأزمات التي هي معروفة في تاريخ البورصات انهارت عبره تاريخ معين نعم يمكن أن نتكلمه كذلك حتى على تاريخ الفكر الإنتاج الفكري الفلسفة الفلسفة الاتجاهات الفكرية السياق ديال تاريخ المجتمعات الحركات الاجتماعية كيفاش أن المجتمعات تغيرت وظهرت واحد النوع من الألماط ديال العيش كل هذه الأمور تحولات السياسية الاقتصادية الاجتماعية الفكرية كلها تصب في صناعة هذا التاريخ وش كلها غادي سلط عليها الإعلام وغايمكننا يعني ضوء هو الإعلام وغادي ناخدوها ونتعاملوا معها برؤية إعلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر